الطائرة لهم أنه خلاص البطولات أصبحت في الدولاب ننتظر منكم القادم إن شاء الله كعادة النادي الأهلي بطولة وانتهت بوصل البطولة اللي جاية بس عايز أقول لي أن الحقيقة حاجة تشرف النادي الأهلي ومجلس دارة النادي الأهلي لأن الناس الأسلام برضو لازم تعرف أن الكلام ده ما يجيش من فراغ إما تبقى بطل في كل ألعاب الصلاة وتاخد البطولات دي كلها يعني فيه إدارة ورق كلام ده كله وفيه إمكانيات كابتن ماهر وفيه فلوس وفيه لعبة محترفة بتيجي للطائرة وفرق الطائرة وفرق اليد والسلة وحتى على مستوى السيدات يعني الاحتراف دخل في كل حاجة فالكلام ده بيكلف وبيأخذ من الميزانية العامة للنادي أو الألعاب الرياضية بتقش قصرة بس على كرة القدم لا ده إحنا يعني الألعاب كلها دي حاجة كبيرة وطبعا التتويج بتاعها هو فرقة الكرة أو الفاكهة طبعا فرقة الكرة الحقيقة السنة دي يعني الحمد لله يعني بطولة إفريقيا ماشيين فيها بجدارة ونتائج كويسة خلال الفترة كلها يمكن البطولات اللي فاتت ما كانتش كان المستوى يطلع وينزل وكانت النتائج بره أو جوه أو السنة دي عاملين نتائج كويسة بطولة إفريقيا وماشيين الحمد لله وصلنا للنهائي بجدارة مع فرقة زي مثلا مزمبي في قبل النهائي بتعمل نتائج كويسة معاها وطالع بقى على النهائي إن شاء الله اللي هو طبعا كل العملية مبديد خلاص أنت في النهائي بقى مع فرقة وفرقة كبيرة ولها اسمها ولها بطولاتها صحيح غيب عن بطولات بقى لها شوية إنها ملأة عايزة ترجع تاني تنافس على الأرقام مع الكبير اللي هو النادي الأهلي فبرضو مباراة صعبة محتاجة طبعا هنتكلم فيها يعني محتاجة استعدادات كبيرة وفي نفس الوقت انت ماشي بخطة برضو كويسة في بطولة الدوري عندك مؤجلات لو إن شاء الله كسبتها برضو بتتصدر فالحقيقة حاجة مشرفة حاجة يعني كان نتيجها كمان إن انت يعني شايف الجمهور الكبير أول اللي كان موجود في الملعب في الاستاد يعني كاد يكون متقفل الاستاد والجمهور ما كانش غيب عن النادي الأهلي إنما كان متحدد عدده أول ما بتدت العملية هتفتح وحتبقى كده على فكرة في مطشرة الدوري يعني مش جمهور النادي الأهلي مش بس بس في إفريقيا لا في بطولة الدوري لو تفتح المجال إن الناس تخش الاستاد الموضوع يبقى مختلف يبقى مختلف لا بس هو يعني الدوري وضع مختلف فعموما دايما في المباريات الأفريقية بتجد إن الجمهور دايما بنحس إن إحنا خلاص دور قبل النهائي هي لها طعم بطولة الأفريقية بطولات الأفريقية لها طعم يمكن يمكن عشان كمان النظام المسابقة أو العيبة وهي بتلعب أو الجهاز وهو بداخل المطش بيعرف إن الإقصائي ده بيخرج كابتن مار من البطولة إنما الدوري في نفس النهاردة تعادل النهاردة لقاها عوض في كذا النهاردة كذا النهاردة كذا إنما كمان الهدف في الأسمى هو كاس علم للأندية فالدوافع كبيرة عند اللعيبة ودور بدور بتقابل فرق مختلفة وكل سنة بتقابل فرق مختلفة غير الدوري الدوري في فرق على الأقل مثلا اللي هما الخمستاشر فرق بيبقوا سابتين يعني بخلاف التلاتة اللي طالعين نازلين يعني سمعنا سمير سمعنا سمير بس كابتن إسلام الله ينور عليك سمير جمهوري يخليك جسمك أشعر كابتن إسلام بصراح بقول لك إسلام طبع إحنا بفكرونا بالليان بتاعتنا مكان الإستاذ بيتملي بس الحقيقة ما كانش أيامنا التشجيع الجامل دول هما بتطلبوش تشجيع سحيح يعني من أيامنا كابتن مارا يمكن كان المستوى العمري أكبر من كده شوية إنما دلوقت الشباب اللي مليان طاقة وحب للنادي الأهلي عامل شغل كبير قوي يعني عامل النسمة يعني الجوني اللي جي وتلغى في النادي الأهلي الجمهور بالعكس زاد التشجيع بعدها يعني فجمهور النادي الأهلي أعلمك حاجة حشيش بالنسبة البطولات دي القعدة من تحت بتزيد يعني اللي بتولد بتولد أهلاوي فالنهار دي احنا وصلنا أكتر من 70 مليون أهلاوي ودي حقيقة فدي حاجة من ضمن الحاجات اللي لسه مولود شايف العالم الأحمر شايف البطولة شايف الإنجازات من خلال فبينضم ليه قافلة تشجيع النادي الأهلي عشان كده جمهوري النادي الأهلي في كل مكان بصراحة يعني حاجة حاجة ما قلت قبل كده يعني احنا في منطقة القاهرة ما بنعمل احتفال في نهاية المسلم للبراعم والله بدون ما برغى إسلام مش بقول كده عشان احنا موجودين هنا الولاد يعني سواء بلعبه بلعبه في المقولين في كل الأندية بشجعه 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 جيل الجديدة ما هو الجيل الجديدة اللي هيبقى شوية في المدرجات ده انا فجأت ببني ميزن كان عامل نفسه فيديو كده على الاستجرام وحطه هو بيشجع في المطش الاخراني ده انا قلت هو ده ميزن ده فجأك الواجه الثاني بتاعه فجأني على 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 تأكد